اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحنا المدفعين نسندهم مننا الأهداف عدنا ضباط رصد وعدنا آمر بطارية السيد آمر المدفعية وإن شاء الله رمينا دقيق وما إن شاء الله ما يخطي أبدء كبدناهم خسائر حسب ما استلمنا أكثر من 12 قتيل حاليا وأكثر من 24 جريح القيادات الأمنية أعلنت تطهير جميع البساتين شمال قضاء المقدادية بعد قصفها بقذائف المدفعية وقنابر الهوان وأن القوات العراقية تفرز سيطرتها بالكامل على جميع مناطق القضاء باستثناء جسر شاق الراق بعمليات استباقية ضمن مناطق شاق الراق وسنسل والتايهة العمليات مستمرة تم لحد هذه اللحظة قتل أكثر من 15 إرهابي بقصف مستمر من قبل قوات السوات وقطعات من الفرقة الخامسة نفخخين الجسر مال الشاخة طاقوا ما ما سوى شيء همسي أرادة عبر مباجر عبرية كل عبر وإلى ناحية العظيم شمال مدينة بعقوبة أعلن قائد شرطة محافظة ديالة اللواء الركن جميل الشمري تطهير الناحية بالكامل وأن عناصر داعش لا يتواجدون إلا في الحدود الخارجية للمحافظة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين حاليا لم يحصلوا على موطق قدم في محافظة ديالة حتى في مناطق العظيم نحن القطاعات محيطة في منطقة العظيم ولكن نحتاج إلى تأمين الحدود الفاصلة مع صلاح الدين لكون هناك في الحدود الفاصلة تواجد لعناصر داعش أقفوا في أسخن المناطق ليس في قضاء المقدادية فحسب بل في محافظة ديالة فأغلب قيادات التنظيم داعش تتخذ من البساتين التي خلفي مقرا لها من قضاء المقدادية شرق مدينة بعقب هاد العنبقي الحرة